ده لكل لاعب كمال أجسام بيتعاطى المنشطات اتق اللاف صحيطك اتق اللاف نفسك والكلام ده دايما بقوله لأي شخص أشوفه أعرفه أو معرفوش عارفين كان يرد علي يقول لي ايه؟ يقول لي خليك في نفسك كل واحد حر لا يا حبيبي لما تلعب في هرمونات جسمك فانت مش حر لما تنعدم الرغبة الجنسية عندك وتظلم زوجتك فانت مش حر لما يطلع لك حبوب وطفح جلدي وخراك فانت مش حر لما تصب الصلع وشعرك يقع فانت مش حر لما تصب جلطة فانت مش حر لما تصب التفدي فانت مش حر لما يجي لك ألم في المفاصل بتاعتك فانت مش حر لما تصب تضخم وسرطان لغضبة البروستاتة اللي هي مكون من مكونات جهازك التناسلي فانت مش حر لما تقل وتنعدم عندك عدد الحيوانات المنوية وما تعرفش تخلف بشكل طبيعي فانت مش حر لما تصب الصداع والقلق والاكتئاب فانت مش حر لما يتوقف عندك الإفراز الطبيعي الهرمونات الزكورة في جسمك فانت مش حر لما يكون جسمك وصحتك رخيصة عندك لدركة انك بتخلي المدرب بتاعك هو اللي يكتب لك الكورسات ويحدد لك الجرعات وانت متجاهل تماما فكرة ان في طبيب متخصص دارس وفاهم ومرخص من وزارة الصحة فانت مش حر انا بحبك ونفسي تعيش بصحة قوية مش هتلاقي حد يكلمك بكل اخلاص وامانة ومصدقية زي ما انا ببكلمك دلوقتي انا خايف عليك وعلى مستقبلك لازم تفوق لازم تفوق وتوقف منشطات او هرمونات لازم تفوق وتوقف منشطات قبل ما المنشطات توقف حياتك بس كده انا مش هطول عليك اكتر من كده واعتبر ان دي اشارة ليك من ربنا وبعد اذنك انحقق في الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة